هل تحسب أن الأموات في البرزخ لا يسمعون ولا يتكلمون كلا فالأمر بخلاف ذلك تماما فالميت يتكلم حينما تحمل جنازته قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا وضعت الجنازة فاحتملها الرجال على أعناقهم فإن كانت صالحة قالت قدموني وإن كانت غير صالحة قالت لأهلها يا ويلها أين يذهبون بها يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو سمع الإنسان لصعق ويسمع قرع نعال المشيعين بعد دفنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه وإنه ليسمع قرع نعالهم أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان ما كنت تقول في هذا الرجل لمحمد صلى الله عليه وسلم فأما المؤمن فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله فيقال له انظر إلى مقعدك من النار قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة فيراهما جميعا وقد خاطب النبي صلى الله عليه وسلم أموات الكفار الذين ألقيت جثثهم في القليب يوم بدر فقال لهم هل وجدتم ما وعدكم الله ورسوله حقا فإني قد وجدت ما وعدني الله حقا قال عمر يا رسول الله كيف تكلم أجسادا لا أرواح فيها قال ما أنتم بأسمع لما أقول منهم غير أنهم لا يستطيعون أن يردوا علي شيئا وإنما أسمعهم الله إهانة وتبكيتا لهم والأصل أن الأموات لا يسمعون إلا ما ورد به الدليل قال تعالى وما أنت بمسمع من في القبور وقد يسمع الميت إلقاء السلام عليه ويرده كما ورد في بعض الآثار وقال به جمع من العلماء لكن احذر من دعاء الأموات والاستغاثة بهم فإن هذا من الشرك بالله قال ابن القيم وهو يتحدث عن الشرك الأكبر ومن أنواعه طلب الحوائج من الموت والاستغاثة بهم وهذا أصل شرك العالم فإن الميت لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا فضلا عمن استغاث به وسأله قضاء حاجته قال تعالى إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير